أكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة أن المجتمع من أفراد ومؤسسات يعتبر شريكا فاعلا ورئيسا في إنجاح برنامج الطمان الصحي الوطني صحتي والمبادرات المنظوية تحته والتي تهدف إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة ورفع مستوى جودة الخدمات الصحية جاء ذلك خلال رعاية معاليه لندوة حوارية نظمها المجلس الأعلى للصحة بالمحافظة الشمالية وأكد رئيس المجلس الأعلى للصحة أن النجاحات المتحققة في القطاع الصحي وسائر القطاعات التنموية تأتي بفضل رؤى وتطلعات جلالة الملك المعظم والرعاية المستمرة من سمول العهد رئيس مجلس الوزراء وأشار معاليه لأن عقد مثل هذه الندوات يأتي بهدف تعزيز التواصل المباشر مع الجمهور والأهالي باعتبارهم ضمن طليعة المستفيدين من برنامج الضمان الصحي كما لفت معاليه إلى أن أحد المشاريع المهمة ضمن برنامج صحتي هو مشروع التسير الذاتي والذي ينبثق عنه برنامج اختر طبيبك والهدف إلى تعزيز أهمية طبيب العائلة باعتباره المحطة الأولى لمتابعة المريض منوها بأن مركز عالي الصحي من أوائل المراكز الصحية الذي احتضن تجربة برنامج صحتي مقدرا معاليه عاليا تعاون المجتمع المحلي والأهالي في هذه المنطقة وعموم مناطق المملكة في دعم تطبيق هذا المشروع وفقا لما هو منشود إليه